الفكرتي بتقول ان هم بيشتغلون اليأس بالنسبة لهم هو لازم ييأس الصوار ويأس الصوار ازاي؟ لحدتك بتقوله كده ما هم انتوا عملتوا ايه وبقالكوا عشر شهور ورحتوا عملتوا والناس عملوا وساووا الحراق اللي موجود الابطال الابطال الذين هيخرجون للشوارع كل يوم خلي الانقلاب العسكري لو شاطر يبطل الناس دي انها تخرج الناس دي ستخرج رغما عنه وهو لا بقالته العسكرية قادر لا بالدعم الخارجي قادر لا بالمعونات القادر عملاء اللي كانوا ايدوه منذ اول الدول الحكومات العميلة التي ايدته في البداية في البداية جاءت بعد ذلك فشلت تماما بعد تسعة شهور وزعيم الانقلاب العسكري قال انها عدت اكتر من عشرين مليار دولار عشرين مليار دولار ورغم ذلك فشلت فشلا زريعا في وقف الحراك الثوري وان الناس تخش بيوتها وتقفل على نفسها وما تخرجش لو قدر الانقلاب العسكري على ذلك لكان زبح الجميع انما انخروج الناس هو الافشل هذا الانقلاب العسكري وسيفشلهم ان شاء الله واستمر الحراك والحراك ينجح والثورة تنجح والمرجفين او المرجفون الذين يريدون ان يوصلوا الينا يأسهم لن نيأس ابدا لاننا نعلم ان الله معنا وان هذه الثورة